السلام عليكم ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن موبايل جامد جدا موبايل القامرة بتاعته 200 ميجا بيكسل والشحن بتاعه 180 واط يعني بيشحن لك تليفونك من 0% في 12 دقيقة تعالوا نشوفه هو التليفون ده ونشوفه اهم مميزاته وعيوبه وسعره وكل حاجة عنه يلا بنا نبدأ الفيديو الموبايل اللي معنا النهاردة هو الانفينيكس زيرو ألترا هنبتدي اول حاجة هنتكلم عن مواصفات الموبايل ده واول حاجة هنتكلم عليها هي تصميم تصميم الجهاز هنا جاي كله من البلاستيك اما الشاشة الشاشة عندي هتلاقي الاطراب بتاعتها منحانية والشاشة جاية من نوع عاموليد من حجم ستة وتمانية من عشرة بوصة الدقة بتاعتها الفين وربعمية في الف وتمانين بيكسل وجاية بكسافة بيكسلات تلتمية سبعة وتمانين بيكسل لكل بوصة وجاية بمعدل تحديث مية وعشرين هيرتز والشاشة دي بيوصل ستوعة لتسعمية شمعة الشاشة هنا عندي ممتازة مفيش اي كلام عليها تاني حاجة هنخش عليها وهنتكلم عليها هنا هي المعالج المعالج من شركة ميديا تيك هو الدايمون ستي تسعمية وعشرين جاي بدبك التصنيع ستة نانو متر المعالج هنا كويس مش وحش بس كان المفروض في الفئة السعرية دي يجي معالج افضل منه طيب عند نظام التشغيل اللي جاي بيه الموبايل ده اندرويد اتناشر مع وجهة انفينيكس الاكس او اس اتناشر الموبايل جاي بي نسخة واحدة بس اللي هي التمانية جيجا رام مع مساحة تخزين متين ستة وخمسين الكاميرات عندي هنا الكاميرا الامامية تنين وتلاتين ميجا بيكسل وبتصور فيديوهات لحد الف وتمانين بيكسل وجاي فيها فلاش اما الكاميرات الخلفية فهم تلاتة الكاميرا الاولى ودي ليفل الوحش عند في الموبايل ده وهي ميتين ميجا بيكسل والتانية تلاتاشر ميجا بيكسل ودي بتاعت التصور العريض والتالتة اتنين ميجا بيكسل ودي للعزل. الكاميرات الخلفية هنا عندي بتصور لحد وطبعا فيها فلاش. عندي بقى بعد كده البطارية بطارية عندي اربعة تلاف وخمسونية ميلي امبير. وجاية بقدرة شحن مية وتمانين وط. يعني تقدر تشحينها من سفر للمية في المية في اتناشر ايه بس. الموبايل جاي عندي بلونين اللي هو اللون النيلي واللون الاسو. الموبايل سعره هنا خمسمية وعشرين دولار او ما يقابله في عملة بلدك. طب سريعا كده بقى هنستعرض اهم المميزات اللي في الموبايل ده واهم معيوبه وبعد كده ما عليك الا انت تختار. بالنسبة المميزات. عندي الشاشة طبعا ممتازة. كاميرا امتين ميجا بيكسل هتديك صور ولا اروعة من كده. الجهاز عندي بيدعم الشبكات الفايف جي. عندي بطارية مية وتمانين وط. بتشحن معك في اتناشر ديئة. يعني حاجة مفيش احسن من كده. طيب. كلها مميزات مفيش عيوب? لا اكيد في عيوب. عندي المعالج كويس. زي ما قلنا. بس مش الافضل في الفئة السعرية دي. عندي الموبايل مفهوش مدخل سماعات ثلاثة ومص ميلي. الموبايل مفهوش سماعات استيريو للأسف. وبرو مفهوش ان افي سي. نتمنى يكون الفيديو عجبه. واشوفكم فيديو جديد وسلامة.